براحب حضراتكم مرة تانية في البيت الكبير الفقرة الحوارية الاولى حنناقش السيناريو القول للحضراتكم عليه سيناريو غريب جدا جدا لمباراة النادي الاهلي مع فيتا كلاب بداية من الشوت الاول سيطرة كاملة فرص كتيرة او ضائعة لهدف مباغت من هجمة مرتدة وقطأ دفاعي الشوت التاني سيطرة واهداف بالجملة ضائعة كمان وتفوق النادي الاهلي بالبودلاء محمد شريف ومروان محسن وإحراز هدفين بزل اتنقنان كبير جدا لجمهير النادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي مفاجأ كمان بسيناريو غريب جدا ضرب الجزاء من وحي الخيال للحكم المغربي عايزين نحلل كل ده بجانب كمان بعض الارقام التحليلية مفيش افضل من النقد الرياضي والمحل الأداء الرائع كريم سعيد عشان يكلمنا عن سيناريو مباراة النادي الاهلي مساء الخير يا كريم مساء الخير لكابتل هاني ومساء الخير لكل جمهور النادي الاهلي ومشاهدي قناة النادي الاهلي وأكيد طبعا هارد لك لنا نتيجة مباراة أكيد احنا بنعتبرها نتيجة سلبية نتمنى ان المباراة تطلع انت سوى ناخد تلت نقاط ونكمل مشوارنا بشكل يعني مطامئن أكتر ولكن ما زال الأمور الحمد لله يعني في فئدنا ديس عندنا تلت مباريات بس عايزة أبدأ معكابتن هاني من نقطة مهمة جدا الناس دايما وجمهور الكورد بقى متطور وبيتابع الكورة أوروبية ودائما بنتكلم في نقطة مهمة قوي في التحليل ايه يا بقى الناس بتقول يا ريت يا جماعة احنا لما نيجي نحلل الأداء نحلل اللي شفناها ما نحللش نتيجة بمعنى ايه احنا معتدين الفرقة لما تكسب نشيد بيها والفرقة لما تتعادل أو تخسر ننتقدها ده طبق ده الناس يعني معتد على كده طيب هنا احنا بنحلل نتيجة لكن احنا عايزين نحلل الأداء عايزين نحل اللي شفناها احنا مسا في متش سيمبة حللنا الأداء بشكل عام وعرضنا السلبيات وعرضنا برضو بعض الإجابيات اللي احنا عملنا في متش الجيش فعلنا نفس الأمر هنا في قناة الناد الاهلي وبالتالي جاه مباراة مبارح اعتقد واحدة بعد المبارايات اللي نادرا نادرا ما ممكن نشوف يعي دي بتفكرني بمباراة الناد الاهلي والناد المصري في موسم 2004-2005 مباراة رقم 18 في الدوري كان نادي الأهل حقق مع مستر مانويل 17 انتصار متتالي وجاء عند مباراة نادي المصري المباراة دي حسن مصطفى اضطرط فيها في الديئة 29 مشروط الأول والنادي الأهل لعب ناقص ولغاية نهاية المباراة كابتن ندر السايد كان هو حارس نادي المصري ساعتها النادي الأهل ضيع 17 فرصة محققة على المرمى كانت مباراة غريبة وهي المباراة دي شبهها بصباحة نتكلم عن مباراة من 2005 لغاية مباراة 2021 منتكلم على مسافة جديدة هاخد الجزء اللي أولاً اتكلمت فيه يعني برضو الناس تفهم النقد مختلف عن التحليل نعم نحن بنحل الأداء بنحل الأداء عشان إيه علشان السلبيات بتظهر والإيجابيات تكون موجودة وبالتالي أنت بتصلح بسلبياتك وبتزود إيجابياتك ده اللي المدير الفني بيدرسه يعني إيه بنحل الأداء بنحل أولاً أداء فرقتنا وأداء فريق المنافس عشان نطلع بالإيجابيات والسلبيات اللي فينا في المستقبل النقد على مستوى النتيجة كل الدنيا تتكلم أنه أنت لما بتكسب وأنا لسه قبل الهواء بقولك إحنا لو كنا كسبنا اتنين واحد حتى من العشر فرص اللي جات لنا كنا أحراز الهدفين أعتقد الرد كان هيبقى مختلف على مستوى النقد لا أنا كمان هتضيف على كلام حضرتك ما تشتراع الجيش الأهلي كسب لكن كان فيه نقد سلب قوي للأداء صح كده؟ جميل جدا إن بقى مبارح يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قدرش إن إحنا نكسب وكان فيه شواهد كتيرة إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى مش كاتب إن المباراة دي تنتهي في فوز النادل الأهلي لكن هل نقدر نقول النادل الأهلي مبارح في الأداء كان سيء؟ أو كان وحش؟ لا صعب هنا هنختلف اختلاف جزري لأنه شوط الأول على وجه التحديد يعني وهنا نتكلم على بيتسو موسيماني والسؤال اللي هنا كنا بنقوله في مباراة تلاعي جيش وماتش سيمبة إن إحنا نتمنى كل ما بنمر بتجارب الجهاز الفني يتعلم منها ويدينا دلائل إن هو بيتعلم منها فشفنا مباراة فيتا كلوب إلى حد ما أنا فوجة نظر الشخصية شوط الأول شوط الأول بالنسبة لنا ده أفضل شوط أنا شفته للنادل الأهلي مع بيتسو موسيماني لعبة لعبة ما بتكلمش على فنش بتاع الهجمات لكن لعبة ووصولا لمرمة المنافس من جميع الجهات يعني من الجهة اليمنى ومن العمق ومن الجهة اليسرى كل حاجة في الكورة يا كابتن هيني عملناها كل حاجة وطبعا شفنا إن فيتا كلوب على الوجه الآخر لم يصل لمرمة محمد الشيناوي في الشوط الأول غير بتلات هجمات أنا هقولهم بتلات هجمات طبعا وبقول إيه هجمات دي ككلمة بس كده عنواني أول هجمة الكورة اتلعبت على الأرض ومحمد الشيناوي مسكها المتعبت بالعرض الضعيفة محمد الشيناوي الهجمة التانية اللي اللاعب اخترق من الجهة اليسرى وشط كرة عشوائية كده تلقت عند رياروكنية دي الهجمة التانية الهجمة التالتة اللي جات في الديئة 42 وتم إحراز منها الهدف ده شكل الشوط الأول من عليك انت دفاعي لكن هجوميا خلينا أقول لك أول رقم معايا النهاردة النادي الأهلي عمل سبع تسديدات على المرمة على المرمة يعني في الشوط الأول النادي الأهلي سدد أربعتاشر كرة سبع منهم سبع منهم على المرمة يعني سبع كرات يعني سبع فرص تهديفية تقريبا التمريرات الحاسمة في نصف ملعب فيتا كلوب في الشوط الأول التمريرات حاسمة يعني إيه؟ انت عملت كرة بينية وصلت لزميل كرة بينية وصلت لزميل الشوط الأول بس الشوط الأول تسعة تسعة رقم وإجمال المباراة خمستاشر فرقم كبير جدا طيب نوصل لرقم التالي المهم جدا فيه الهجوم وهو المحاولات اللي على المرمة كتوتل بقى يعني كمباراة ككل من الجانب الأيصر تلاتين محاولة من العمق اتنين وتلاتين محاولة من الجانب بالأيمن أربعة واربعين محاولة وبالتالي الأرقام بتفصل لنا الشكل اللي احنا شفناه احنا النادي الأهلي في الكورة ككورة وككتاكتك مباراة بيتسو موسيماني لعب اللي أربعة اتنين تاتا واحد المعتادة رجع أليو ديانج جنب عمر السلية ودخل باجدي أفشا وحط وولتر بواليا المهاجم ولعب هو دايما كان مطير هاني وآيمن أش هاني وآيمن أش طبعا بعد إصابة محمود وحيد طبعا بتمناله الشفاء بعد النهضة يعني هو فيه تمزق فيه العضلة الخلفية وإن شاء الله يرجع لنا للأهلي قريب وشكل الهجوم كلنا نتفق إننا للأهلي رغم التأخر في النتيجة الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقول يا جماعة احنا صعب صعب جدا نتلاقي حد يمتلك هذا الرأي وبالتالي نخوش وشخة تاني مدير الفني دخل 45 دقيقة التانية وهو متأخر في النتيجة تعالي كنت نعمل لتحليلنا لما قلنا إن تغيير محمد شريف ومراه محسن في نهاية المباراة كانت جيدة كما فوق كانت بدري شوية بدري شوية عشان تديرهم فرصة إن هما يجي لهم كرات عرضية كتيرة ويجي لهم محاولات أكتر وبالتالي تقدر تديرهم المساحة إن هما يقدروا يحرزوا هداف ناس اللي تحب تلعب خماسي أنا لو أنت قاعد احتلاطي ونماتش كله على بعض 20 دقيقة فأنت عايز انزل بس خمس دقايق ما تنزلش دقيقة فبالتالي شفنا بيتسو موسيماني لما لقى أن وولتر بوالي خلاص الحظ والتوفيق خلاص المهاجم بدأ هو كمان يضغط نفسه لما حط إيده وعارسه وبعد الفرصة اللي فرض لايح خلاص هو اللعب خرج بار الجيم بطلعه هنا هو صحح الجزء اللي كان كنا بنتكلم عليه في موتش سنبا وادى مساحة مساحة زمنية أكبر لمحمد شريف ومروان محسن طيب مع نزول محمد شريف ومروان محسن تم تغيير خطة لأنها تعتمد على اتنين رؤوس حرب وأعمل برضو فلاشباك مع حضرتك ولما تكلمنا على دور مروان محسن وقلنا أن مروان محسن مسته الكبرى والمميزة جدا 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 لما بيلعب في خطة تعتمد على اتنين حد يكون جنبه يعني بالظبط ورؤوس حرب اتنين بحيث أنك ترميلهم كم هائل من الكرات العرضية هتلاقي محمد شريف مع مروان محسن من أول كرة لا هو غير الهدف كمان عمل أسست حلو هو أعتقد لمحمد شريف من خلال المباراة ويهي النقطة هنا هزا كما عن مروان محسن مروان محسن قدر أنه هو يحقق هدف التقدم يعني أنت جبت التعادل وجبت التقدم في الديئة كامية يا جابتاني 76 يعني أنت ما وصلتش بقى لإيه لبلس 90 وزي حابتكلم لا أنت قدرت تحقق التارجت بتاعك في الديئة 76 وخانيه برضو أقول لك أنه رقم مميز النادي الأهلي في الشوط في المباراة الكل عمل 30 كرة عرضية في الشوط التاني بس 18 كرة عرضية بعد نزول محمد شريف ومروان محسن يبقى هنا بالنسبة لي المدير الفني أرى الشكل بشكل جاء أرى المباراة والأحداث بشكل جاي الشوط الأول هو المسايدر فيه طبعا باد لك حصل في كم هائل من الفرص وعدم تركيز ويرعونا فيه الفانش من اللعيبة وبصراحة أجايه بيواصل التقلق بتاعه وشوفنا أعمل أسست في الشوط الأول لحسين الشحات يعني أسست ما يطلعش إيه من أحلى بلاي ميجر في الدنيا الفيجن بتاعته والرؤية كانت ممتازة جدا شوط تاني إيه دي المسلمين هو يغير الطريقة دي نقطة بس اللي أنا حاسس إن احنا ربما كنا عندنا احتياج لها إن انت عندك ديانج وورك ريت عالي ربما لو كان تم الاحتفاظ به علشان بنتكلم على ديانج على أساس إن تاني حسينا آخر ربع ساعة حتى بعد ما جبنا الهدف تاني إن ما كانش فيه ضغط عالي شوية في نص الملعب وحتى ضربة الجزاء الوهمية اللي حصلت نتيجة عدم ضغط ووصلنا اللعيب لغاية ما يخش التمنتاشر ورغم طبعا طبعا ركلة الجزاء مش بتاعتين طبعا نتكلم عليه إن هي واضحة جدا وبصراح أنا بقول ده الردوان جيد حكم ممتاز واحد من أفضل حكام أفريقيا وأنا بعتبر هالو خطأ يعني نادر ما يحصل منه إن شوفنا الحكم ده السنة اللي فاتت في مباراة الأهلي والهلال السوداني في السودان كان أكثر من رائع وبصراحة حكم أثر طبعا 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 أثر على هذه المباراة بشكل كبير لكن زي ما الحكم بيغلط زي ما حكم غلط الغلطة القواية دي وكان يعتبر دي أوف ليه دي أوف ليك أنا هتتحسب في تاريخك أوف لينا أكتر آه بالضبط دي أوف لينا يعني ودي أوف لينا إحنا برضو كأداء أنت وصلت للمرمى بشكل كبير جدا 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 ولكن التوفيق لم يحالفك في فرص كتيرة اللي أتيحت لينا على مدار طب خليني أخد برضو الصف الجماهير كده يعني أنا كمدير فني سابق وفي الكورة أكتر شوية لكن هتكلم بلغة الناس العمدية واحد يقول لك أنا إيه لازمتها الأرقام دي لعب من ناحية الشمال 30 من مصر 40 ومن اليمين 25 كل الأرقام دي في الآخر والنتيجة طالعة 2-2 إيه فايدة الأرقام دي مهمة جدا عشان ما تشوفش الأداء مثلا بقول مثلا أنا كوجهة نظري الأداء اللي شفنا في الموسم بتاع الجريدو لو إحنا جبنا مثلا موسم جريدو وحطينا الأرقام بتاعته قدام الأرقام اللي معايا دلوقتي هنلاقي فيه فوارق شسع هتلاقي أن النادي الأهلي إذا كانت النهاردة كل النقد واقف بس على الفينيش فدي نقطة نقدر نشتغل عليها لكن ما أقدرش أشتغل على البيز كله يعني ما أقدرش أشتغل على الفريم كله بمعنى إيه عشان بس أوضحها لأستاذا مشاهدين أكيد طبعا أي فريب يعاني من بعض المشاكل كل الفرقة عندها مشاكلها لو مثلا فريق عنده أصلا مشكلة في الوصول للمرمى دي مصيب دي كارس لكن أنا بوصل لكن مشكلتي في ترجمة الفرص طبعا أنا حقف عن دي كارس وكلامك تاني بلغة الجمهير العادية طبع 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 جميل جد المسئولية كاملة تقدر تحطها على المدير الفني ولا على اللعيبة ولا على الحاكم عندنا تلت تلت أطراف يمكن ناس اتكلمت عليهم بشكل كبير مسئولية النتيجة اتنين اتنين تحملها المين يعني فيه ناس بتقول لا مسلماني ما عندهش لأنه راجل الطبيعي إنه المدير الفني نعم الكويس إنه هو بيقلق فرص للتهديف ويوصل فرقته للتلت الهجومي الناس تقول لا على المستوى على المستوى التغييرات على مستوى زي ما أنت قلت ممكن دي يانج شوية كان نستنى على مستوى الدفاع وهنتكلم على مستوى الدفاع النادي الأهلي بدأ يخش في جوان بشكل مبالغ في غير السنة اللي فاتت أو على المستوى التحكيم عندنا تلت نقطة أنت تقول انكلوجن كده سبب التعادل اتنين اتنين في أنهي منطقها أكتر حتما اتفقين يا كابتن هاني إن أحليل الكرة هو وجهات نظر طبعا كل واحد طبعا أكيب يقول له وجهة نظر ما فيش وجهة نظر مطلقة صحيحة ووجهة نظر مطلقة خاطئة كل واحد بيشوف الدنيا من منظوره وكل واحد بيبقى عنده مبرراته أنا في ماتش سيمبا شفت إن كان فيه إلى حد ما بعض الأخطاء التاكتيكية من عند بيتسو موسيماني وفعلا هنا في قاتل نقالي استعرضنا مباراة رائع الجيش أنا أرجعت المباراة رغم الانتصار الأداء للإجهاد كان واضح جدا نحن مباهدين وأثبتنا بالأرقام وبالصور إن الإجهاد هو كان الأزمة في المباراة دي ماتش فيتا كلوب مباراة في الدفاع مفتوح قدامنا وبصراحة فيتا كلوب عندهم مش شركة دفعية كتيرة جدا أنا مباراة أرجع المسؤولين ما أدهرش مباراة بصراحة أقلهم بيتسو موسيماني في أي شيء ربقا أنا ما وجدت نظر كالك كاليم سعيد إلا في حاجتين بس أنا دول نقطتين ومنطق علقين بالقرارات في اختيار باللعبين يعني مثلا هاتيك سألني كالك كاليم سعيد أقول لك لا ابدأ بمحمد شريف خلي كبداية يعني بيمر فترة صعبة شوية ده وجدت نظر وجدت نظر في التغيير كنت شد عمر السورية ونزل ديانج تيك تيكيا في أرض الملعب الموديل الفني عمل كل التسقاب بتاعته وصلك لمرة المنافس مليمين وملعومك ومش مال بكل أرقام مطاحة في الشوت التاني لما لقى ان الدنيا بيتضغط عليه وإيه بيخص هو متأخر في النتيجة ومضغط وقت يعني انت متأخر نتيجة ومضغط في الوقت مسألة الوصول بمعنى أنزل اتنين رؤوس حربة وبدل يا جماعة ما نقعد نلعب كرة على الأرض تيك تاك لأ أنا آسف ارمي الكرة على الطرف وارمي الكورسات نفس الجملة نفس الجملة اللي احنا قناها هنا وطبعا اليوتيوب موجود والسادة مشاهدين يقدروا يرجعوا لحلقاتنا اللي كانت بعد مش سيمبة ولي طالبنا فيها ان كانت ساعتها يتلعب على الكورات العرضية الكديدة وبالتالي أنا آخر واحد ممكن امبارح انتقدوا بيت سمو سمينة والجهاز الفني عملوا شغلهم ولكن امبارح لو فيه دوم دوم زيادة شوية ونقدر نقول مسأل نقول يعني رجاءا ليه تركيز هيقامل لعيبة صحيح كامل احترامي أنا بحق كامل احترامي اللعيبة النهاردة بفضح كامل احترامي فمش محتاج نصائح عشان تحط المفراد مش بتاع مدرب يعني مش يعني أكيد مثلا بفاصلة بيه الطالب اللي في المدرسة بيتعلم انجلش والطالب لما يروح الجامعة ويخش كلية متخصة في الانجلش الفرق الطالب طب هو في مدرسة بيتعلم انجلش فأكيد المدرس بيعلمك وبيديك الأسيات وكل شيء لما تروحك كلية مثلا أنا كواحد مثلا كنت في أداب انجليزي وكنت في الجامعة ملكية الكلية والجامعة مش منتظر انها هتعلمني الجرامر بتاع الانجلش يا قريدي مفهمة ان انا جاي في الحتة دي انا بيرفكت فهبدأ باخد واخد حاجات شكسبير واخد حاجات الباقية فبالتالي كل حاجة وليها ان السيستم بتاعها وبالتالي انا كنت شايف ان انبارح اللعيبة كانوا عندهم مساحة ان انت تخنص كل ده بشوية تركيز بشوية انك تفهم ان فعلا الفريق او الفرص اللي بتجي لك دي ودي حتى قلناها احنا في فترة انت محتاج انك تقلل الضغط من عليك بمعنى تستغل بداية المباراة انك تفنش المنافس قدامك تحطه ضح الضغط يعني النهاردة فيتا كلاب بيلعب سبعين دقيقة او بيلعب مثلا ستين دقيقة وهو مغلوب اتنين صفر خلاص حتى على مستوى الفينش كمان بيبقى فيه ريلاكس اشوء يعني انا كل ما اللعيب مستعجل ودي كلمنا عليها في البيت الكبير قبل المباراة ان لما بتوصل للمباراة للوقت بيدي فبيكون فيه استعجال حتى شفناها مثلا في كورة ايمن اشرف كان مفروض فيه اربعة في التمنتاشر استعجل هشاطها لان اللعيب استعجل ليه حرز هدف وبالتالي بتأثر من برضو احنا بنتكلم عن لعيبة في مالش طلع الجيش انا قدمت بعض الحالات اللي بتؤكد ان مثلا لعيب زي مجدي افشا كان عنده بعض الامور السلبية في الجاري وفي استلام الكورة في ملعب الخصم بسبب الاجهار انا مفارح مقدرش قالوا مجدي افشا على اداء اكتر من رائع قدمه في شوط الاول افشا شوط الاول مستلم الكورة في نص ملعب فيتا كلوب نص ملعب فيتا كلوب تمام مرات نجح في استلام الكورة خمس مرات ولعب اربع كورات بينية فمجدي افشا مبارح كان بيقدر يهرب من الرقابة وكمان معدل التمريرات اللي فيها مخاطرة ودي النقطة اللي بنتكلم عليه نكترعب التمرير ما بين الخطوط احنا مش عايزين تمرير عرضي ومش عايزين التمرير التمرير كان فيه مخاطرة في نص ملعب فيتا كلوب في الشوت الاول مبارح كان ارقامه مميزة جدا 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 ارقام مجدي معنا هي على المشاشة زي ما انت بتقول التمريرات يعني ما شاء الله يعني بتتكلم في تسعة وتمانين في المية صحيحة بتتكلم على صناعة الاهداف واحد صناعة فرص خمسة كل ارقام كبيرة رقم كبير جدا في ماتش كاريو كمان قدام فريق كان عامل زون وكان عامل يعني معدل لعيبة فيتا كلوب معاملش اي هاي برس معاملش اي ضغط عالي مبارح خارس ومجدي افشا كمان بص تاني بلغة الناس اللي عادوا زالانا من مجدي افشا في الكورة اللي جات في اخر اخر ثلاثة اربع عدائي بعد ما كنا اتنين اتنين يعني اتعطل فيها شوية فانا انا يعني اعتقاد الشخصي انه هو كان عايز يضمن اوي لان افشا يعني مش مضيع يعني ان لكي في فرستين ثلاثة او مباراة واحدة بدماغه وانكورة حطاها جنب العرض جنب اللي بدماغه وحطاها كوي ستنينما الجنب العرض دي اعتقد ان هو كان لو كانت تجه للشوت القوية بدل ما يركن يعني انت كنت محتاج انك تعمل فريس تايم شوت قوية بدل ما انت تتجه للركن ولكن حتى الفرصة كان الطبيعي انه يوقف ويشوت على طول او يشوتها دايرت صحيح كابتن هاني حتى بنتكلم في الفنش في الفنش طبعا حتى بنتكلم في الفنش لازم يقسم هو جود 18 ما هو تاني احنا بنقسم واللي بيحبي ان هو يخش في التحليل لازم تبقى كل الامور انت بتقولها يعني ما يفعش ايه مسلا عشان ما يبانش ان انا مستقصد لاعب انا ممكن ردك اقول لك ايه مجدي افشا وحش في استلام الكورة في نصف ملعب المنافس تمانية من عشر في الفنش خمسة من عشر لازم ادي درجة عشان اقدر انا ابدأ اصلح معاقلك كنا مثلا انا النهاردة في المباراة انت كنت وحش في كل حاجة طب ما هيقول لي انا خلي بالك يعني في نقطة كمان رغم بعض انت اتقاطات لكن خلي بالك ان كمان الكاف نفسه نعم في التشكيلة التشكيلة المصلة في 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 الدور دوت في دور المجموعات في الاسبوع الثالث او جولة الثالثة عندنا 11 لعيب منهم مجد افشا نعم ومحمد هاني من دمن التشكيلة وعلى الصورة قدام حضراتكم ان مجد افشا موجود دي تيم اوف دا ويك يعني ده فريق الاسبوع في ماتش سري او في الجولة الثالثة في الشاملز الافريقي وجود محمد هاني ومجد افشا في التشكيلة المثالية للاسبوع الثالث من التشاملزليك دا دليل ان كمان اللي بنتكلم فيه اه رغم الناس زعلانة شوية من افشا لكن على مستوى التقييم الكاف نفسه وحطه افضل اللعيبة في الجولة دي بس انا انا هنا ككريم بقى وبما انا بتكلم في قطة الاهلي انا عندي هدف من كلامي انا عندي هدف ان فعلا الوقت الحالي وبالظروف اللي احنا بنمر بيها في المجموعة في الوقت الحالي طبعا اكيد بدون شك ان المجموعة بدأت لحد ما تتعقل اخر حاجة انا ممكن اعملها في الوقت الحالي ان انا اقول للي اللعبتي ان انا ما بدعم فيه ما فيش دعم لا لازم نهار دا الوقتي دا اهم وقت للدعم ليه ان انا النهار دا متأكد تماما ان هما بيقدروا يقدموا جهد متأكد تماما ان هما بيقدروا يوصلوا للمرمى متأكد تماما ان هما بيبخلوش في اي شيء كان انا اوصل للمرمى المنافس فبالتالي كل اللي انا محتاجه بس ان انا ازود تركيزي في الفنش واركز انا عند تلاف مباراة باقية فما ينفعش خالص في الوقت الحالي اه انتقد بقناش مشاكلة خالص وعايزين مسلا نبعض حين جدنا جدنا في كلامنا كابتن هيني انا قلت في بداية الفقرة ان احنا اتعرضنا من بداية احنا تيكا سلبية لا خلاف على هذا لكن اخر حاجة انا افكر فيها دلوقتي ان انا حاسب اللعيبة بالشكل اللي فيه فريق في بداية الحالي بحساب اخر الموسم ده ننسى مع الناس خلصت حاجة ما ينفعش نقطة مهمة جدا انا ما ينفعش اه يعني احل اللهم دي ابي دقيقة لا انا لازم اسيب الشخص يخلص كل التجربة اللي هو بيمر بها بس بالحط يعني دايما كل مبارا كده خلي بالكوا جماعة التركيز خلي بالكوا كذا فده مهم جدا يعني حتى في التشكيلة المثالية محمد هاني موجود وقبشا موجود نعم اعتق كمان اجايب في اعتقاد الشخص كان لازم يبقى موجود بارقامه ممكن طبعا عشان فيه لعيبة اخرى تعال لكم بشكل في نتائج افضل يعني ايوب الكعب طبعا بلح جايب هدف خرافي طبعا جايب هدف خرافي مبارح باكورد حلوة جدا جدا ولكن في كل حاجات دي برده كابتال هاني انا باخدهاش حتى كم قاشي احنا احنا الهدف ان انا هدى الدين خالص انا هدفي ان انا اقول للناس ده وقت الدعم وهد دي مسلا بسيط جدا موسم 94-95 كان معنا راينال هولمان بداية الموسم مع راينال هولمان واللي شافه الموسم ده يفتكره طبعا موسم اللي النادي الاهلي كسبه في الاخر كانت ساعتها نادي الزمالك فريق الاحلام والنادي الاهلي كسب الدور التاني بي 2-0 اللي كانت حسام حسن وفاليكس دور الاول النادي الاهلي تعرض لسقطات كتيرة جدا 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 فقورة القدم ده بيحصل تساعة بيحصل لك كبوة يعني فيه كبوة ده بيحصل والسيناريو بصراحة بالسيناريو كان برح ما يعني ما بيتكررش فيه بيحصل وياما ياما النادي الاهلي تعرض لكبوات ساعتها بقى تعمل ايه هل النهاردة طبعا انا عانف النهاردة احنا في عالم سوشيال ميدي طبعا وكلنا بتاني هو بقرة ده وجهة نظرنا هكريم ساعتني بيفترشها لحد كل واحد ده وجهة نظره انما انا في وجهة نظري الوقت الحالي للأداء اللي هو ما فيهوش رعونا كأننا نهاردة بخيل في الجهد او ما بجريش او فيه كسل او فيه كسل او فيه النهاردة ما ينفعش حد يعني يخطر في جزء معين وروح معاقبه عقابش دي جدا فاخسر بقيت المشوار المشوار مخلص وده اللي قاله مسلماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة فيه حد من السادة الصحفين سألوا طب و هتعمل ايه مع اللعيبة قال له اعمل ايه مع اللعيبة انا لازم اكون بالذات في الفترة ده سوفورت اللعيبة ما تنساش دول اللي خدوا الدوري والكاس وبطولة افريقيا وخدوا مركز ثالث اه ممكن جدا نركز على بعض النقاط اللي لازم اللعيبة على سبيل المثال التركيز لازم يكون موجود وان الفرص دي مضيحش بسهولة كده لكن انا محتاجهم كمان في المشوار الجاي محتاجهم في المباراة لإسماعيل محتاجهم هناك في الكنور نعم وبالتالي وجهة نظرك اكيد اكيد تحترام واعتقد كل جمهير النادي الاهلي تقبلها بكل ارتحية وخليني كابتا هاني اخذك نقطة مهمة جدا برضو قلناها هنا هو في البيت الكبير بعد مباراة سيمبا ساعتا انا قلتلك المدير الفني ليه فيتا كلاب انا متأكد ان هو في مطش العودة هيختار ساعة ثلاثة العصر معاد للمباراة رغم انها دايما تاريخنا مع فيتا كلاب وقديت الكونغو ديموكو دايما بنلعب الساعة خمسة او الساعة ستة لما الكاف عمل التقويتات الجديدة بتاعت التلاتة ستة تسعة واضح جدا ان الراجل هيختار لنا برضو تلاتة العصر وطبعا ملعب الترتان بتاع فيتا كلاب واحد من ملعب الترتان اللعبها بتحب اشتراع بعد الترتان فبالتالي احنا في الوقت الحالي وينهيد او محتاجين ان احنا بنخلص حاجة تجربة نقفل ونبص لوراها ونحاول نتعلم ونكمل لازم تعلمه نكمل لان العالم كله ده بيحصل ده سيتي السنة اللي فاتت حصل له مشاكل كبيرة جدا السنة اللي بداية مكتسر لقصده بتكلم هنا ايميل بابعا مش مكارنة ولكن انا بقول ان بيحصل مشاكل بمعنى ايه برضو ببعا كامل احترامي احنا مش هنفضل ماشيين على نفس التراك على طول لا ساحات هيحصل ابس ان داونز الرياضة كده في ابس ان داون في ابس ان داون المهم احنا لسا بنحاول شايفين الليفر بول لا يا ابتدهاني وكان بنحاول احنا ايه مهمتنا ان احنا نقلل فترة الداون صح هي احجات اوكي محتاجين بها نعمل ايه نقللها ونلم ورقنا عشان نقفها عرجلنا تاني ومهم جدا ازا كان الحمد لله التجاوبي بيجينا في بداية ان احنا نفنش بشكل جيد وان شاء الله باذن الله نتعلم من اخطارنا ونخلي بالنا اللي احنا عندنا نقطة التالة العصر هنشوفها مع فيتا كلوب احنا عندنا ماتش ان شاء الله يوم الاربع مانا لاتسمعيني في الدوري باذن الله النادي الاهل واتماني طبعا من الجهاز الفني بنبقى في نفس الحالة اللي لعبنا بها سان داونز لما كان بيتسو موسيماني مدير الفني تروح مبادر التدريبات عشان موضوع الساعة بايوروجيه بتاع تلعيبة بتعوية تلعب خمسة وسبعة ونص ونبدأ نتعود ان احنا ننام بدري ونقوم بدري عشان ماتش فيتا كلوب هيبقى الساعة تلاتة العصر ونروح بقى للنقطة اللي انا رحستها والنقطة مهمة جدا وهي الاهداف اللي بتسجل في مرمان هكترس هكلمك الحالة بقى الدفاعية يعني انت حتى بتقول لي ان المسيماني خلال مشواره عرضت ارقامه اللي كان فيه رقم وقفت عنده الخاص بالحالة الدفاعية للنادي بالضبط احنا طبعا اكيد بعد انضمان بدري بالنون اكيد ادى اضافة قوية جدا 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 للنادي الاهلي دفاعيا والنادي الاهلي دفاعيا يا كابتن هاني في بداية المباريات بتلاقيه اقصى من ممتاز تخيل كل مبارياتنا كل مبارياتنا مع بيتسو موسيماني مرمى النادي الاهلي ما دخلش فيه ولا هدف من الديقة من بداية المباراة لغاية الديقة خمسة وعشرين ده احصائية مهمة جدا جدا برضو السادة مشاهدين لازم يركزوا فيها ان اول ربع ساعة ما فيش اهداف علينا خالص حل ما ليجي نحللها يا كابتن هدين وكمان ناخد بقى ايه من خمسطاشر من خمسطاشر لتلاتين هدف هدف واحد وبالتالي ده بيبيلنا ان احنا بقى كمة تركزنا في اول نصف ساعة من المباريات طيب من الديقة اوه تلاتين احنا دخل طبعا دخل فينا هدف واحد من ستاشر تلاتين وهو هدف احمد احمد سامير احمد سامير اللاعب طلع الجيش ومن كرة ثابتة ما داشت اقولك ان هو حتى يعني كان عدم تركيز في المرأبة لكن من الديقة اوه تلاتين للديقة خمسة واربعين دخل فينا ثمان اهداف ثمان اهداف وده يوضح ان احنا ربما يكون عندنا فول باور بنبدأ بي مباريات وعشان كده احنا كلين شيت لغاية تقريبا الديقة تلاتين اللاعبها زهنيا بنزل المباريات مركزين قوي وبيطلعوا فول كاباستي بتاعتهم بتطلع في اول نص ساعة التركيز ربما في اخر ربع ساعة من الشوت بيبدأ يهتز فلما بدأت ابص على الاهداف هدف شكبال في مطش الكمة واحدة تلاتين هدف الاتحاد سمي فاينال الكاس هدف سمبا واحدة تلاتين هدف فيتا كلوب في مطش امبارح واحدة واربعين هدف مصر المقصة التعادل في بداية الدوري واحدة واربعين هدف ابو قيل الاسمدة في الكاس السانلي فاتد الديقة تمانية وتلاتين وعندنا هيتبقى هدفين فقط دخلوا في مرمانة في الدقايق برضو في اخر ربع ساعة من المباراة الديقة ستة وسبعين الديقة تسعين هدف الوداد وهي بتاكل حالبي ولكن الهدفين دول هتلاقيهم عام المشترك ايه هو ان احنا كنا احرازنا عدد كبير من الهدف طيب احنا دايما او المداربين دايما بيقفوا او المحللين دايما بيقفوا على التوقيت بتاع احراز الاهداف ديت لو في اول ربع ساعة بيقولك ما فيش تركيز وان البداية لازم تكون اقوى من كده لو في اخر المباراة بيعمل عملية الاجهاد وان اللاقة البدنية لما بتقل التركيز بيقل فبيخش اهداف نعم لكن الرقم من 30 ل35 او من 45 اصف تحلله ازاي لان اولا انت في كامل اللي يقطع البدنية نعم يعني مش هتقول ده فيه جهة وبالتالي انت كمان عدد حمى البداية صحيح وبالتالي شايف الرقم ده تحليله الفني يكون ازاي بالنسبة للمسلماني شوفك انا تنهاي انا بشوف دايما ان العبنة الاهلي في معظم اشواط الاولى بنقدم اداء افضل من الاهداف يعني دايما احنا بنقدم اداء اقوى من مساءات احراز الاهداف ربما مباراة المريخ بزر الشوت الاولاني صف صف والشوت التاني جابت اهداف وبالتالي بتشوف ان ده الاشواط التانية للنادي الاهلي مع بيتسو موسيماني بتبقى افضل في التهديف من اشواط الاولى وده يؤكد ان بيتسو موسيماني بيقدر يحل بعض الامور يعني احنا عندنا جملة مشهورة خدناها من التعليق الشوت التاني شوت المدربين ده scrub ده ده الشوت انت بتحاسب على المدير فني وبالتالي طالما ان انت بتوصل للمرما في الشوت التاني فدا بيؤكد لك ان المدير الفني ده ما بين الشوتين بيقدر يحل بعض الامور سواء النفسية او الفنية اللي بتخلي اللاعب يقدروا يحرزوا اهداف فيه الاشواط التاني احنا عندنا تسك في الشوت الاول وتاني احنا بنتكلم ان لسه الامانة برضه نحطها دايما ان بيتسو موسماني ماخدش فطرة اعداب مع الفرق عشان بيضاحين مع بعض احنا بنحاسب بقى عشان ما زالنا بيضاحين طالبا ان انت عايز تحاسب بيبقى تجيب كل النقط المتاحة قدامك الشوت الاول احنا بنقدق بدايتنا في الاشهوط الاولى كلها بيرفكت بنبدأ بهجوم قوي وكاسح والمنافس بيرجع وبيقلق جدا 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 من ادائك رغب بعيدا عن مباراة سيمبا ليكت الساعة ثلاثة ومباراة راعي الجيش اللي كان فيها بعض المشاكل البدنية وبالتالي احنا عندنا انا في وجه اتنظر ارجع سبب دخول الاهداف مرمانة في اخر ربع ساعة هو ان اللعيبة لما بتعمل محاولات كثيرة على المرمى المنافس والفرص دي لا تترجم الى اهداف ربما ييجي حالة من بعض كده من حالات الايه الاحباط طب انا بدأت احاول 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 بجمعش اهداف فبفقد تركيزي فبعد الاحيان بعد الاحيان دي بيقدر المنافس انه يستغل فرصة ممكن احلل برضو من وجهة نظري يعني انت بتتكلم على عملية احنا الشرط الاولاني بنقدي بشكل كويس لغاية الديقة تلاتين بنهدر فرص كثير فبيجي عملية نوع من انواع الاحباط شوائل رد الفعل نعم مش وارد ان نتيجة ان احنا بنكتسح الشرط الاولاني بنعمل فرص للتهديد فرص لكننا بنحرس اهداف بيوصل للعيبة ان لا احنا نجيب جول ان المماراة بتتسهل من المنافس مش على قدر المسئولية وبالتالي الجزئية دي لما بتخش دماغ اللاعب اوتوماتيك بيقلل شوية عملية مثلا الارتداد السريع بيقل عملية الضغط بتقل سهلة كرة تتجابة طب حلوة جدا كابتنين طب ممتازة احنا هنجيب جول طبعا باللغة الكرة لا احنا قريبين فهنجيب جول في اي وقت فده بياخد من تركيز اللاعبة في الحالة الدفاعية وده لازم ده لازم حتى مسلمين يشتغل عليه صحيح اللاعبة تشتغل عليه ودي نقطة مهمة جدا لنا احنا احنا خلاص وقفنا على رقم وتنمى الرقم كابتنين اتقرر يبقى هو عادة طبعا احنا محتاجين نخلي بالنا منا يبقى احنا محتاجين في الفترات الجاية بإذن الله بإذن الله بإذن الله والكمال للا واحد وحنا طبعا اي حد عنده اخطاء والانسان الزكي وانسان الشاطر هو اللي يشوف خطأه فين ويبدأ يصححه احنا محتاجين طالما جات علينا الدقيقة تلاتين عقرب الساعة جهة على الدقيقة تلاتين ونشوف النتيجة عاملت زي يا جماعة ما تخسروش تركيزكم يا جماعة زي كده المدربين الباسكت والهند بول وطبعا بحي طبعا فريق الباسكت على الريمونتادة العظيمة بصراحة اللي عملوها ماتش بصراحة تاريخية حاجة زي كده يا حاجة احنا محتاجين حاجة زي كده طبعا الالعاب دي المدير الفني قاعد واقف على الخط طبعا بتدخل طبعا نظام اللعبة مختلف فبتدخل في كل لعبة فاحنا محتاجين تيجي علينا الدقيقة تلاتين ما تخسرش تركيزك وتيجي كمان خلي بالك دي كمان درس المسلماني المسلماني في فترات كتيرة بيطلع مثلا دياب بيطلع تقريبا واحد من الاتنين ديفندر نعم وبيشتغل بس دي في اخر المباراة بيعملها بتاخل المباراة ما ده كمان درس المسافد المسلماني يوصله لعبة يا جماعة نعم التركيز لازم يكون في اعلى مستويات ويبقى فيه تعليمات صارمة حتى انا مكلمش على خط الدفاع دايما المشكلة مش خط الدفاع مشكلة بتيجي مثلا من خط النص شوية ارتداد المهاجمين شوية فده بيأثر على الجانب فيه اخطاء طبعا في خط الدفاع لكن مش هنشايد خط الدفاع كل فده كمان من الارقام اللي بتساعد مسلماني انه يشتغل مع اللعبة في ما بين الديئة تلاتين والنهاية الشروط الاول بالزبط ونقطة مهمة جدا كبتان انت كمان معاك القايمة اللي تساعدك انك تسح كامل كله يعني انت معاك قايمة قايمة قوية جدا بتقدر النهاردة انت من خلالها تطور الاداة بشكل عام يا جماعة احنا محتاجين نعم بدليل ان الشروط الاول قدام بيتاكتوب انت بتلعب جيمة استحواز كامل بتحقق التارجت منه طيب الشروط دي يا جماعة وقف الاستحواز ويلا نلعب كروسات بتحقق برضو اللي انت عايزه وبالتالي ده معناه ايه ده معناه ان انت معاك لعيبة بتديك القدرة انك تطبق الفكر اللي انت عايزه صحيحات احنا يا مجنة في تاريخ النادي الاهلي بعض القوائم اللي مكادش تساعد النادي الاهلي انه ينفذ او يتنوع في الهجمات او يبقى عندك شكل واحد للهجمة او شكل واحد للشكل الهجومي او حتى الدفاعي بس في نقطة انها مهمة بقى طالما ان انا متأكد ان القائمة دي معايا يبقى مكسرش مكادفة مفيش مشكلة اه في بعض النتائج السباب تتحقق اوكي نبدأ نعالج ونبدأ ننتقل كل حاجة بس او انا متأكد تماما تماما انا بعيد وزيد في الكلمة دي اخر حاجة ممكن حد يقولها على مطش مبارح ان الاهلي قدم مباراة وحشة لا انا مع كامل احترام ده مش تحاليث ينفعش اه فيه سوق توفيق في بعض الاخطاء اللي حصلت في مراكز اللاعبين وده ممكن يختلف فيه لكن الاداء بشكل عام لما هتروح توديهم لاي محل الاداء في العالم او اي مدير في العالم او لاي عايز تاني خلي بالك الجماهير صدق لي كل الناس اللي بتنتقد الاداء اعتقد لو 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 النتيجة اولا خلص اتنين واحد كان الكلام هيتغير لو كنا جبنا مساء جون من العشر فرص اللي جات يعني كسبنا تلاتة سفر نعم بنفس الشكل وبنفس الاداء كان يقول لك الاداء عظيم ما هو دايما الناس بتربط الاداء بالنتيجة للأسفل بصدق واحنا انا بصراحة عايز في يعني بذلك كان الوقت الباقي معانا وليل ان انا اركز على نقطتين باقي خلاص نحن نقف القديم ونفكر فيه الجديد الجديد ان انت في نقطتين محتاجين نخلي بالنا منهم الفترة الجاية او نقطة وهي خاصة بمباريات الساعة ثلاثة العصر ان خلاص كده تأكد رسميا ان هنلاعب فيه تكلوب الساعة ثلاثة العصر وهنلاعب المريخ السوداني في الجاولة الاخيرة ثلاثة العصر يبقى محتاجين في المباريات دي قبليها بحوالي اربع او خمسة ايام ان التدريبات لحد ما تبقى بدري شوية عشان اللعيبة تتان بدري وبالتالي هنلاعب سنبا الجاولة الاخيرة بالزبط وبالتالي اللعيبة تقدر ان هي تحول الساعة بيولوجيا بدلا بنلعب خمسة سبعة ونصف اكسامنا جاهز انها تلعب الساعة ثلاثة العصر طبعا موضوع ارض الملعب ترتان اللي هنلاعب عليه والنقطة التانية هي التركيز في الربع ساعة الاخيرة من الاشواط الاولى محتاجين احنا نبوش مع بعض يلا يعني حتى تركيز على مستوى الدفاع اه يعني مسلا واحدة مسلا من الحاجات اللي بنتعلمها مسلا في البينبونج بما ان انا يعني بقى بلعب بينبونج في ناديل اهلي في فريل الرواد واحدة من النقطة المدارب دايما يقول هالي وانت لما تكسب نقطة قدام منافس قوي دايما اشجع نفسك شجع نفسك، شجع نفسك لاذا، عشان دايما تخلي نفسك دايما تخلي نفسك مركز.. تخلي نفسك فايق خدت النقطة شجع نفسك شجع الى بعديية شجع نفسك شجع نفسك شجع نفسك فهي دي نقطة احنا ح resonated with nobody ما تعتاجنا من الباستبار و هنكمل دي دي بتيجي من جوه الملعب ومتيجي من الإدارة الفنية كمان وهي نقطة نفسية بحتة ما فهاش احنا بديتكلمش خالص أخطاء فنية خالص مش خطأ فني لا دي نقطة نفسية طالما أن الأمر تكرر كذا مرة في التعليم وحتى لو في أخطاء فنية أنا برجع لها أن بيبقى ساعات اللعيب ضمن بشكل كبير جدا أن احنا يا جماعة ماتش بتاعنا بلغة كرة جدا ربين الماتش وحنجيب جون حنجيب جون وبالتالي بيوصلوا إحساس أن حتى لما بتيجي هجم خطر كده كده تركيزه بيقل فبيغلط فدي جزئية مهمة جدا إن شاء الله أنا عليك حاجة أسألك على العدد عدد خلاص يعني المباراة وعدد أكيد السيناريو إن شاء الله علشان بإذن الله فرئتنا النادي الآلي توصل لدور الثمانية ايه اللي يتعامل من خلال المباراة أنا بتكلم على نتائج أكيد المباراة بيتاقلاب مباراة صعبة هناك يعني أنا دائماً بشوف في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا من خبراتنا مع بطولات دوري الأبطال في السنوات الماضية إن أنت دائماً بتقسم البطولة ماتشاط على أردك وماتشاط خارج أردك أنت ببقى مفروض ببقى عندك ثلاث ماتشاط على أردك يفترض أن تأخذ منهم التسعة عن نقاط وعندك ثلاث ماتشاط خارج أردك في وجهة النظر الشخصية محتاج أن تأخذ منهم أربع نقاط بحيث أن يوصل عدد نقاطك تلاتاشر نقطة وفي أفريقيا اللي بيأخذ تلاتاشر نقطة في وجهة نظر بيتصدر يتصدر يعني أحنا زي أوروبا بنوصلش على خمستاشر وستاشر وكده وبعد الحالات النادي الآلي وصل بـ 11 نقطة بس كان يعني وصل كتاني مدموعية فإحنا دلوقتي وقعياً إحنا وقعياً إحنا خسرنا خمس نقاط الخمس نقاط دول إحنا هنجي نقسمهم إحنا من التسعة بطولة أردنا خسرنا منهم لغاية دلوقتي اثنين وخارج أردنا إحنا خسرنا من التسعة خسرنا تلاتة يبقى أنت لازم تعود النقطتين اللي إنت خسرتهم في أرضك بانتصار خارج الأرض نقص لك كان ماتش خارج الأرض نقص لنا تنين واحد مع فيتا كلاب واحد إن شاء الله مع المريخ أنا في وجهة نظري آشخة بإذن واحد أحد إحنا نقص لنا تسعة نقطة بإذن واحد أحد إذا خدنا منهم سبع نقطة إذا خدنا منهم سبع نقطة فكده هنوصل لي 11 نقطة مع خدمة في النتائج المباريات ربما ناخد الصدر احنا مش عاوزين خدمات بصراحة انا بكلم على الصدر اه بالزبط لكن انا بشوف ان احنا اقل تقدير لنا من 9 نقاط 7 بإذن واحد احد ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله ان شاء الله يكرمنا خدنا 9 نقاط يبقى بإذن الله ان دي الاهلي متصدر للمجموع ان شاء الله بإذن الله اخيرا بالنسبة ازاي تكون مباراة الاسماعيلي اللي جاية مباراة مهمة في دوري دايما انت عارف مباراة الاهلي والاسماعيلي بغض النظر على الموقع الاسماعيلي في جدول المسابقة مباراة لها قيمة ازاي تكون المباراة دا تكريم اولا نستفيد منها على النواحي ان شاء الله التصدر الدوري او العودة لتصدر الدوري وكمان نقوم منها استعداد لمباراة فيتا كلام اتمنى ان احنا نقول نفسنا جماعة احنا حققنا تمانين في المية او عالجنا تمانين في المية من بعض الامور اللي كان بتواجهنا في اخر ماتشين قدام سيمة قدام طلع على الجيل شو عايزين ناسبت يعني احنا وصلنا للمقطة دي ناسبت على ايه هي بقى ان احنا عايزين نحقق نفس عدد لمحاولات على المرمة اللي احنا هنضم فيتا كلام يعني خلق فرص عدد الفرص اللي اجينا نمسك فيها اه وشوف يا دهاني لما احنا هنتكلم الكلام ده هتلاقي ان الناس كلها بتتقول لك ايه صح طيب خلي بقى الكلمة هي هي هتتقال ساعة الماتش باتجاه وهتتقال بعد الماتش باتجاه لانت وانت راح لتعب الاسماعيل لما تيجي تقول يا جماعة احنا عايزين نحقق نفس عدد المحاولات اللي حققناها في مباراة فيتا كلوب وبان شاء الله بإذن الله بإذن الله ما اعتقدش ان احنا ممكن نواجه سوق الحظ اللي احنا واجهناه في مباراة ولكن عايزين نقول للاعيبة خلي بالك بقى خلي بالك اسمك لما يتقال ان انت روحت انفراب بالمرمى بعيدا عن امور التاكتكية فاش دي تضيع يعني مسلا مسلا طبعا لو ما فيش جهاز فني اصلا اعب برا اصلا فيش جهاز فني اعب برا وانت اصلا راح انفراب بالمرمى فيفترب من طالما ان انت مكتوب في الكبنية بتاعك لاعب في الناد الاهلي ما ينفعش الفرصة دي تضيع فبإذن الله بإذن اللي خلاص نعدي الفترة اللي فاتت ياريت نحقق نفس الشكل اللي عملنا والتركيز بتاعنا يعلى فنقدر نحقق نتيجة افضل طيب حققنا مثلا انا ده بحب لغة الارقام انها بتديك مؤشد تطور الاداء بتاعك طيب بإذن واحد احد بإذن واحد احد حلينا جز من موضوع الفينش نبدأ نقول نفسنا طب نسبة على كده والمرة اللي بعديها نزود بحيث حققنا لخمسة في المية نحققنا للمرة اللي بعديها سبعين في المية نوصل لي تسعين في المية لازم تبقى لغة الارقام هي لغة اللي بتسود الأسلوب ما بين اللي بقى يا كابتن هيني عشان اللعيبة النهاردة الجمهور بيقول اوحش حاجة انك تطلع لعيب سبع سمة ولما يخسر تروح منزله سبع أرض لا انت عايز تبقى يعني في الوسطية عايز تقول لعيب انت غلطت في كذا واجدت في كذا ومدير الفني انت غلطت في كذا واجدت في كذا بحيث يحصل نوع من التطور وانا ادي بمثل بميستر هولمن في موسم 94-95 الدور الاول احنا متأخرين عن نادي الزمالك بفارق ستة النقاط كاملة فريق كان قوي جدا نادي الزمالك الدور التاني النادي الاهلي فنش الدوري قبل نهاية الدوري بأسبوع وانت اصلا كنت داخل دور تاني احنا اخر مباراة لنا في الدور الاول انا فاكر كنا باللاعب نادي مقولين العرب في السلطة الكهرة نادي مقولين كسبنا 2-0 في اخر 5 دقائق وكلنا قلنا خلاص شكرا الدوري راح الدور الموسم اللي وراه الدور الاول انت مبتعد عن نادي الزمالك ب13 نقطة لكن انت تخير ان ساعتها كان في السوشال ميديا الجزء السلبي فيها بقولك جزء السلبي كان موجود كان فريق عمل ايه فريق نهار كان فريق نهار تماما انت مش تقوه مع رجلت عايز تعمل دفع لازم الناس تختار امتى الوقت لانت بيعي الرياضي هيحصل لك ايام دروب هيحصل لك ايام دتيجك مش ماشي معاك فالرياضي محتاج دفعة الرياضي محتاج الناس في ظهره انا معاك وخاصة لما المدير الفني بيبص على اللعيبة والاساسيات بتتعامل يعني مجهود اكتر من رائع خلق فرص موجودة بتتكلم على في بعض الاحيان بيبقى فيها ان لاكي يعني عدم توفيق وده مش في ايد اللعيبة ولا الجهاز الفني النقط اللي انت تكلمت عليها مهمة جدا يا كريم ان احنا نقف عن دي الحتة دي ان احنا نخلق فرص بهذا الكامل بزبط ولكن تترجم باهداف بزبط جزء منها يتترجم باهداف مش كل ما حنروح خمسة حنجيب خمسة طبيعي بزبط لكن على الاقل ما تروح خمسة تجيب هدفين فده مقبول الجزء كمان الاهم انك بالارقام اللي انت قلتها على المستوى الدفاع من دقيقة تلاتين لدقيقة خمسة واربعين نعم يكون فيه شجر لجامد جدا ان كمان اللعيبة لازم تفهم ان تركيزك لازم يكون عالي جدا خاصة في الفترة دي لان عندك دفو في الحتة دي وطبيعي ان لازم تركيزك يكون طوال المباراة لكن لو انت عندك دفو في الدقيقة من دلاتين لخمسة واربعين لا يبقى فيه الارم بالنسبة للجهاز الفني للعيبة ان احنا رغم تفوقنا ورغم انك مسيطر لكن ممكن في اي وقت تجي في الجول والتاني انها بكرر هي نفسية بمعنى هي مش خطأ فاني خالص لا ده نقطة نفسية اللعيبة محتاج من دية تلاتين دية خمسة واربعين شجع نفسها شجع نفسكو بس الجهاز الفني يوفع الخط برافو يلا نكمل ما تخسرش تركيزك خلي بالك حتى ايفن ايفن لو انت بتلاعب منافس رايح عليك واحد على خمسة ركز لازم يزي الامور دي ربما تكون بسيطة جدا لكن بتفر نهاية جزائيات يعني مهجوم فيتاكلاب مهجوم فيتاكلاب ايه يا كابتالهاني لاعب جناح جيم الطرف بدل يعني هو اختيار اي من كان خاطئ هو افتكر ان هو هياخده على جوه واخد داخل على جوه وشات الكورة الكورة تدد نفس اللاعب هو اللي جميلها فحلا بنتتكلمش اصلا ولا بنتكلمش اصلا ولا بنتكلم ان فيه سكرينة عملت على لعبة النادر الاهلي ولا بنتكلم ان فيه حصل اختراق وان تو تلعب خالص ده مجهود فردي بحث فده يوضح لك ان فيه عدم عدم تركيز شوية او زي ما حلقت تفضلت قول فيه تقليل شوية بنفيدك تطلب مهما عمل مش هيوصله اصلا محمد الشنان خلي بالك برضو يا كريم انت اتكلمت على جوزئي مهمة جدا ان احنا الشوت التاني اتعمل اتعمل كورسات كتيرة جدا نعم واشتغلنا من اليمين كويس اشتغلنا من الشمال كويس نعم لكن كمان لو استعرضنا معاك ارقام المباراة مباراة بارح هتلاقي ان احنا مسددين 28 تزديدة نعم منهم 14 تزديدة على المرمى سبع في شوت او سبع في شوتين فده تنوع كمان يعني الناس يعني عشان تاني نقول ان في فرق انك بتنتقد نتيجة وفي فرق انك بتقيم اداء على مستوى اداء التقييم كان اداء اكتر من رائع ويمكن الارقام على على الشاشة عندنا ويعني انت برضو انت تحللها معايا يا كريم طبعا التمريرات نفسها طبعا بتوريك مؤشر مطش تخيل فرق عاملة 652 تمريرة وفرق عاملة 298 تمريرة بنتكلم تقريبا فيه اكثر من الضعف وبالتالي انت صويب على المرمى 28 مرة انا بس مش شايف الرقم بتاع سلط مرات 28 تزديدة مقابل 6 تزديد 14 منهم على المرمى واربعة على لفيتا كلوب الاربعة يا سبحان الله يعني نسب التوفيق نسب التوفيق عالية جدا جدا لفيتا كلوب ناكشو طبعا مرات اتنين جنين طبعا منهم واحد رقل الجزاوة لكن رب سحوة تعالى كاتب لهم نقط التعادل بس تاني كاتب تاني بالنسبة لارقام وهي كلها مقاشة طبعا اللي احنا شفناه وانا عايف طبعا من كل الجمهور الناس كنت لها النهاردة بقت كويسة في الكورة وعندها البيز وعندها القاعدة ازاي النهاردة تشوف المباريات ولكن الاكيد ان احنا قديني مباراة كويسة وعايز برضو بصراحة اول رسالة لمروان محسن طول ما انت مركز وبتتحط في الرول بتاعك وانت عارف الرول بتاعك وكمل والنقطة كنت عايز اقول حالاتك في النقطة انت اشرت لها ان مروان محسن عنده حتة مميزة جدا 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 لما الكورة العرضية العالية بتجيله على مشارف منطقة الجزاء مش جوه بيعمل مروان بينزلها لزميل اه بيعمل اصلا مش بيوجيها لمرمى مروان عنده عنده خبرة كبيرة جدا في الحتة دي ايه خبرته لو الكورة بعد نقطة منطقة الجزاء مروان هيفكر ان انا هوجهها غطار جدا المرمى طيب جات لي ابن منطقة الجزاء جات لي على مشارف منطقة الجزاء ما اقدرش اوجهها على المرمى ليه مسافة بعيدة يبقى صحة اعمل ايه انزلها ده دور كمان ده دور المدير الفني ودور اللعيبة اللي معاه ان عارفة عارفة مروان بيشتغل ازاي يعني لو مروان جوه البوكس قريب من السكسياد خلاص بيفنش طب لو بره يعني مش بره منطقة الجزاء يعني بعد الكنالي كده يبقى لازم يتواجد حد ياخد القرى التانية اشريه عمالة كويس اوي افشا بعملها كويس محمد شريف عمالة كويس اوي وكان قرابي انه يحرز فدي كلها يعني نقاط ايه جابية احنا بنتكلم دايما على الاجاب لكن طبيعي ان النازل على النتيجة لكن دايما بفرق ما بين تقييمك للأداء وتقييمك للنتيجة وده اللي شرحته النهاردة بشكل اكتر من رأي وحاجة اخيرة لازم دايما ما نعملش حساب ماتش بماتش ده امر صعب جدا لا الدوري هو عدب من المباراة حابب نلعب 34 مباراة فالدوري منافسة في الدوري ما نفعش تحولها لي من نفسه ماتش بماتش 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 ده امر صعب جدا دورة بتوقف افريقيا دول مجموعات هو ست مباراة لازم النهاردة اجد حاسب بست مباراة بسيط جدا يا كابتان هاني هو احنا في الوقت الحالي الوقت الحالي اهو في اي فترة انتقالات لعبين مفتوحة لا طبعا هقدر النهاردة ادخل اي لعيبة جديدة الفرقة طبعا يبقى اول قاعدة هقولها النفسي طالما المساحة دي مش عندي في الوقت الحالي يبقى لازم كل الدعم للمجموعة اللي معايا لان النهاردة لوانا مش ارزي كمان لا ازا كان اقولي نفس ايه لوانا النهاردة كمان بعد نتيجة السلبية دست عليهم طبعا هاخسل اللي جاي طبعا ممكن عندي فرصة لناخسل باللي جاي طب بلقى ضيعه خلاص اللي حصل حصل واللي حصل انا شفت النتائج بتاعته وشفت الارقام بتاعته ولكن محتاجين يتعلموا اتمنى حتى في النقطة اتمنى يتعلم من ماروان الحتة بتاعته لو انت بتلعب الهد من وراء نقطة الجزاء نزلها لزميل لو الكرة جاي لك بعد نقطة الجزاء وجهها للمرة عايزة كمان اضيف لك كريم بعد الفقرة المميزة دين ان كمان يعني دايما معدن لعيبة النادي الاهلي بتظهر في القوات الصالح ان شاء الله وعلى مر التاريخ ويمكن انا واحد من ابداء النادي الاهلي اللي مر علينا برضو مواقب صعبة المواقب دا هي هي بتكون ان شاء الله طريق البطولة واحنا واسقين في طبعا لعيبتنا ان شاء الله المواقب الصعب دا يعدوه وبإذن الله كل التوفيق لفرقتنا بداية من مباراة الاسماعيل المباراة مهمة استعدادة لمباراة طبعا فيتا كلاب وابإذن الله زي ما بقول احنا جماهيري النادي الاهلي وانا واحد منكم كجماهير ومحب النادي الاهلي سوفورت الفرقتنا مهما كان سوفورت الجهاز الفني سوفورت للعيبة وان شاء الله بإذن الله كل التوفيق ليه فرقتنا ان شاء الله مباراة لاسماعيلي ومباراة بيتا كلاب كريم بنشكورك شكرا جزيلا وفقرة دايما مميزة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا دي كانت طبعة نهاية فقرتنا مع كريم بعد الفاصل الكابتن الكبير محمد عامل شكرا جزيلا